كلها معاني ولطف مش هتيجي غير بالتدبر يا شيف محمد ان الواحد يتفكر ايه معاني اللطف ده بان الظاهر ابتلاق والظاهر الموضوع شكله قاسي جدا الجزء التاني من الاية لطيف لما يشاء فكرة هنا المشيء الرب يعني سيدنا يوسف في الاية ذكر الشيطان وذكر في الاخر لطيف لما يشاء قال ان السبب في الفعل الشيطان لكن كله تحت مشيئة الله احيانا احنا بنتلغبط عايزين نفرق ما بين منظومة المشيئة اللي في الكون اللي ربنا اوجد فيها الفجور والتقوى جوا كل انسان وما بين ان ربنا لا مش بيؤمر انسان ايه زي ده لنديبة لغبط ان ده فعل الشيطان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر وان تكفروا يرضاه لكم يبقى هنا ربنا اشترط هو خلق خلق الظلم والعدل خلق الحسنة والسيئة خلق عفوا المعروف والمنكر ولكنه أمر بالمعروف أمر بالخير أمر بالبر أمر بالعدل أمر بالإحسان ونهى عن الظلم ونهى عن الفسوق ونهى عن الفجور ونهى عن الكذب كل هذه الأمور هذا أمامك وهذا أمامك لكنه لم يوجه إلا للخير لم يوجه إلا للخير سؤال لما أقول ربنا ربنا هو الضار النافع صح ألا صح كويس هل يجوز أو يليق أن نقول أن الله هو الضر ونسكت لا لا ينفعش لابد أن أجمع بين الصفة وضدها الضر النافع هو لم يضر ولم يأمر بالضر ولم يرضى بالضرر للعبد ولكنه سبحانه وتعالى كان هو المسبب للأشياء فيأمرك بالحسنة وخلق السيئة وهداك النجدين فاخطر ما شئت لأنك ستحسب على ايه على اختيارك على اختيارك وسلوكك بالضبط ربنا أحدث تغييرا في الكون وعلم الإنسان ما لم يعلم فصرت تنتقل من أقصى الدنيا إلى أقصاها في ساعات وتتحدثي من أقصى العالم إلى أقصاها في سانية تقدر الكلمة أي حد ومع ذلك هو نفع للناس ولا مش نفع نفع ولكننا نسيء الاستخدام فأصبحت تحولت الحسنة إلى سيئة تلفزيون تلفزيون به يضر ما به ينفع بزر واحد كده تستطيع أن تبدل من حال إلى حال تقدر تفتح تلاقي قرآن تسمعه تقدر تفتح تلاقي شيخ تتعلم منه تلاقي برنامج علمي تتعلم منه تلاقي أخبار تسمعه وتقدر تنتقل إلى أقصى من ذلك فتغضب المولى وتعصي الله تعالى كما تحب ولكن لم يأمرك بذلك إيدك اللي حركتك وععلك هو اللي أرسل التعليمات لليد أن تتحرك فتأتي بمعصيته يبقى الملخص أن المشيئة هي منظومة القنن ربنا أوجد لنا فكرة الاختيار وخلقنا عندنا عقل نختار ما بين الفجور أو التقوى اللي بيختار التقوى خلاص إنسان قلبه موصول بالله وكل سيسأل عن اختيار بالزبط الفجور طريق النفس وسواسة النفس والشيطان نعم نيجي بقى المعنى مهم جدا عفوا إني بتوليته بأربع ما سلته إلا لشدة شقوتي وعناقي إبليسه والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي إبليس والدنيا إبليس والدنيا ونفسي والهوى طب هو فيه فرق من النفس والهوى طبعا إيه الفرق النفس هي ما تكمل بداخل الإنسان فتحركه تمام والهوى هو ما يتبعه الإنسان بعقله يبقى الهوى ده مش جوايا ولكن هوى بعقلي ما أحب لكن النفس هي المحركة للهوى النفسية التي تحرك هوايا فتحركها كيفما تشاء يعني ممكن نقول إن النفس اللي بتدي الأوامر للعقل فالعقل اللي ما بينافسد ده لسلوكي بهو ده الهوى النفس كنترول مع الدريكسيون تمام هي التي تتحكم وعليه تسوق الإنسان إلى خير أو إلى شر فالإنسان في منظومة اختياره تحت منظومة مشيئة بالضبط فكرة إن الإبتلاء لو الإنسان ما أدركش الحكمة منه وإيه الهدف من الإبتلاءات اللي بنتحط فيها عمره ما هيوصل لاستشعار معين اللطف مش هيدرك هيشوف دايما إن هو ضحية أكيد فعايزين نقول إن من أكتر حكم الإبتلاء إن الإنسان يتعرف على ربنا دي رقم واحد رقم يتعرف على قدرات نفسه طبعا فيبتدي يستشعر اللطف ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما ينزل بلاء على العبد ينزل البلاء على من يحب ويقدر سبحانه بحوله وقوته إمكانيات العبد في تحمل البلاء بيربي بترئت طبعا فإذا وصل البلاء إلى درجة لا يتحملها العبد رقق الله البلاء فنزل اللطف على عبده وعلى خلقه خلاص هو ده التبطير يهدي من روعك يسكنك شوية يخليك يعني تستشعر لطف الله وكرمه عليك أنا الآية فيه آية بتحركني جدا يا شيخ محمد واعلموا أن الله يحوله بين المرء وقلبي فكرة إن ربنا ممكن هو اللي هتحكم في قلبك ومشعرك يعني ممكن يبقى بتلاقي شديد جدا تشوف إزاي ده مستحمله يبقى وقع اللطف عليه غير أنت أنت لسه قدراتك ما تستحملش ده فربنا يحول بين المرء وقلبي يتدخل باللطف في الشعور صحيح هذا هو التدخل اللطيف من المولى جل وعلا للعبد إذا ما ألم به بلاء وإذا ما أحب الله العبد فانصرف القلب إلى الهوى وإلى الشيطان وأحب الله عبده فحال الله بينه وبين الهوى فصرف عنه الشيطان